هناك تشوهات واضحة في النظام السياسي ما بعد 2003 حتى هذه اللحظة والكل يقر بذلك للمركزية مطبقة بشكلها الصحيح ولا اللامركزية المقرة في الدستور أيضاً مطبقة بشكلها الصحيح أين يكمن الخلل سيادة القاضي؟ شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد العراق بأكمله والمعارضة اللي كانت خارج العراق وداخله كانت تؤمن بمغادرة النظام المركزي النظام المركزي صار نظام فردي صار نظام شمولي يقودنا إلى الحروب في إيران وقادنا إلى الحرب في الكويت والحصار الاقتصادي ثلاثة تجارب أنهكت هذا البلد وأنهكت موازنته وأنهكت شعبه فلا بد من مغادرة المركزية ولا طريقة إلا مفهوم لا مركزية واللا مركزية من الناحية القانونية الإدارية تنقسم إلى عدة أقسام وهناك لا مركزية إدارية والتي بموجبها نظمت المحافظات غير المنتظمة في إقليم وهناك لا مركزية مرفقية أو المصلحية والتي ذهبت إليها الهيئات المستقلة منها على سبيل المثال البنج المركزي مؤسسة الشهداء مؤسسة السجناء وغيرها من المؤسسات ثم اللامركزية السياسية التي أريد فيها إلى العاصمة بغداد أن تكون وحدة قائمة بذاتها لا يصير أن تكون إقليم ولا تخضع ولا تنظم إلى إقليم والمرحلة الأخيرة بين اللامركزية السياسية والفدرالية خطوة وكانت هذا التطبيق على إقليم كردستان على أمل أن المحافظات بموجب المادة 116 من الدستور من حقها أن تتحول إلى أقاليم ولكن عندما بدأنا نكتب قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم الموسى بكتابة من الدستور جوبهنا بمعارضة شديدة بصراحة وعلى كل إن هو أقر هذا القانون ولكن عندما جئنا إلى التطبيق تقدمت عام 2008 بتحويل البصرة إلى أقليم ولكني جوبهت من كل القوى السياسية ألمانيه شيوعيه مسلمه لامر يعني كلهم جميعا تنحوا عن ما أوجدوه في الدستور من إن المحافظات من حقها أن تتحول إلى أقليم وفعلا أنا حصلت على موافقة ولكن الحقيقة أفشلوها أفشلوها لأن مراكز الانتخابات عدهم وأفشلوها لأن ما أعطونا فلوس حتى نجري استفتاء سليم وأفشلوها بتوصية كل المكاتب العائدة لهم بعدم الترويج إلى مسألة الأقليم وأن المرجع لا يوافق على تحويل البصرة إلى أقليم طبعا كذب ما إلى أساسه نعم ثم تعددت الطلبات من مجلس محافظة البصرة مرة وثانية وثالثة ورابعة وجدنا بالنهاية أنه القوى السياسية الموجودة في بغداد هي قوى مركزية ولا تؤمن بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد بل أن تأسيسها هي كأحزاب مؤسسة هي إما وراث بالوراثة يأما مؤسسة بشكل لا ينتمي إلى الديمقراطية ولاحظوا كل القوى السياسية الآن بما فيها الفصائل المسلحة من 2003 إلى الآن ما تغيروا ما تبدلوا ورؤساء الأحزاب ما تغيروا ما تبدلوا فهذا يعني أنه الأحزاب التي تقود البلد إلى الديمقراطية هي غير ديمقراطية وأصبح النظام معتل لحنا مركزية على وجه ولحنا ذاهبين إلى اللامركزية على الوجه الحقيقي الذي يريده الدستور خايفين من اللامركزية ويريدون المركزية تراجعوا عن كتابة الدستور عام 2005 لكتبته كل القوى السياسية والآن نظامنا مضطرب ما بوضوح في مسألة التعامل ما بين المحافظة التي أريد إليها مجلس محافظة ومحافظ ولا تخضع لأي سلطة هذا هو المفهوم لكن اللي وجدنا أنه الأمور مخالفة لهذا الوضع وبالتالي أنا أعتقد أن تجربة الديمقراطية في العراق تجربة فاشلة نعم سيد وائل بإرادة الأحزاب وبإرادة الفصائل المسلحة دعني أرحب بك مجددا سيد وائل وشكرا لتلبيةك دعوة الحوار بالنسبة إلى دستور 2005 قرر نظام المركزية في العراق ولكن مجالس المحافظات ألغيت منذ 2019 وسننتظر لنهاية 2023 لإجراء الانتخابات كيف يمكن تأطير هذه التشوهات وكيف تطبق اللامركزية دون أدواتها القوة السياسية فاشلة يعني لا تستطيع إدارة الدولة فشلت في إدارة الدولة وقررنا أنه كل دورة انتخابية أربع سنوات خلص انتهينا لكن هاي الأربع سنوات بالنسبة للمحافظين صارت ثمان سنوات نعم وبالنسبة إلى مجلس النواب شايفين التعثر اللي قاعد يحصل له والخلافات والمناكفات والتسقيط اللي قاعد يحصل فما قدرت تنسجم القوة السياسية مع مفهوم الديمقراطية السليم الصحيح الذي يراد له احترام الدستور احترام توقيتات الدستور مثلا تجربة واضحة أن البرلمان سنة كاملة ما مشتغل ولا يوم يوم ما عمل وجماعة يأخذوا الرواتب وامتيازات وحماية وإفادات وإلى آخره أقول بصراحة احنا بحاجة إلى أن نكون واضحين كقوة سياسية وكشعب أنتم وين تردون وين رايحين شنو اللي تردون أنتم فعلا خلينشوف أنتم شنو رايحين أما أنه بهذه الطريقة فهذا ليس صحيحا عندما أنهوا مجالس المحافظات كانت مجالس المحافظات قد تجاوزت المدة القانونية بسنتين لكن مو السلطة أنهتها أولا أنها هم الشعب لكثرة الفساد التي عاثوا به أعضاء مجالس المحافظات بصراحة كان أكو فساد كبير وتأثير على المحافظ وابتزاز للمحافظ لأن هم اختاروه هم رشعوه هم اختاروه نعم وبالتالي صرنا أمام حالة يعني صعبة جدا أن يتواجد مجلس المحافظة بنفس الوقت يتواجد المحافظ لأنه وسائل التأثير عليه كبيرة جدا وإذا كل شمان طاهم أي شيء يقولوا له سوف نسحب الثقة منك ونقيلك من هذا وهذا من صلاحيتهم طبعا لهذا أخضعوه بشكل كامل إلى مجلس المحافظة إلى أن جاء الشعب وأنهى المجالس الآن يريدون أن يعيدون مجالس المحافظات في تشرين قادم على أعتبار أنه من يقيل المحافظة هو مجلس المحافظة الآن كل المحافظين اتجاوزوا الست سنوات أو السبع سنوات وهذا مغاير للدستور هذا مغاير لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم واحد وعشرين سنة الفين وثمانية المعدل واللي يتعدل عدة مرات واللي صار بها لبس هو قانون انتخاب مجالس المحافظات هذا القانون هو الذي وضع مادة أن المحافظ يبقى لحين انتخاب مجلس محافظة وأن مجلس المحافظة أيضا يمتد لحين انتخاب مجلس محافظة جديد وهذا غير موجود في مجلس النواب مجلس النواب اللي هو أعلى سلطة تشريعية إذا أنهل أربع سنوات تقويمية خلص ينتهي يغادر سواء أكون انتخابات أو ماك انتخابات أو قانون ماكو ما إلى علاقة المدة الدستورية المحددة له قد انتهت فليش أنتم رحتوا ودخلتوا أنفسكم في حرج وهو أنه مجالس المحافظات تستمر والمحافظين يستمرون فهي ما عادة ديمقراطية ولا عادة شفافة ولا عادة مرونة به فإذن القائمين على الحال في العراق يجب أن يقومون الحال أولا يصلحون أنفسهم ومن ثم يصلحون الإدارة في البلد طيب سيادة القاضي المشكلة الكبرى أخذك لنقطة أخرى اللي هو غياب مشروع الدولة يعني إذا نشوف ماكو فالشي يدل على أن هناك فعلا دولة مؤسساتية في العراق شكل هذا الدولة أيضا غائب إذا أطلب من حضرتك توصيف للدولة الآن في العراق هل هي الليبرالية تعطينا مثلا توصفها أم هي علمانية أم هي إسلامية أم ماذا لا أستطيع الوقوف عدة مصطلح من هذه المصطلحات نعم رئيس الجمهورية ما يعرف شنو اختصاصاته رئيس الوزراء مقيد من قبل الأحزاب التي كلفته رئيس البرلمان مقيد من البرلمان في أي وقت يستطيعون أن يسحبون ثقة منه ويرجعونه كعضو عادي وعملناها مع الدكتور محمود المشداني وغيرهم فلهذا عملية الديمقراطية بهذا التصاعد الرهيب جدا اللي احنا ما عايشينها وما متوقعينها بهذا الشكل أن يسقط نظام دكتاتوري رأسا وينشأ نظام ديمقراطي صرف مئة بالمئة هذه يعني مرحلة خطرة جدا يعني كنا نتمنى أن تستمر الحكومة المؤقتة للأخذ دكتورياد علاوي بعد مجلس الحكوم وهي حكومة ممثلة وغير منتخبة لكن لن يسمحوا لها على اعتبار هما ممثلين فيها هذا هو هذا أول هو هاي تاليه ولو مستمر رفض أربع خمس سنوات لكان صارت الأمور شوية أكثر هدوء وأكثر تنظير وأن الأخوة العرب السنة أيضا يساهمون في كتابة الدستور اللي يبتعدوا عنه وبالتالي خرقتنا مشاكل كثيرة نتيجة هذه السرعة في كتابة الدستور وفي تحويل البلد من تقريبا مركزي إلى بلد لا مركزي نعم القاضي والوزير الأسبق السيد وائل عبداللطيف شكرا جزيلا لك